السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات أحية طيبة لكم يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ميرتس 2021 أهم أخبار ألمانيا غلايان سياسي في الساحة السياسية الألمانية وصراع كبير بين السيدة ميركل وبين المقاطعات الألمانية وصل الأمر من عند السيدة ميركل إلى تهديد المقاطعات وتقول للمقاطعات إما التشديد في الإجراءات أو أني سوف أغير قانون حماية العدوى وسوف أمسك بزمام الأمور ولستم أنتم من سوف يبقى يقرر إنما هي مع الحكومة الألمانية من سوف يقرر بمصير ألمانيا أصدقائي نعم أصدقائي غلايان سياسي سوف نتكلم عنه في هذا الفيديو أيضا سنتكلم على عدد الأجانب الذين هاجروا وجاءوا إلى ألمانيا سنة 2020 وسأخبركم المناطق التي جاء منها الأجانب وسنتكلم على خبر رياضي خفيف وعلى خبر بحالة التقص خفيف فلنبدأ على بركة الله سنبدأ في البداية بالحالات سجلت في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة 9872 حالة وتوفي 43 شخصا وارتفع عدد حالات العدوى لكل 100 ألف نسمة إلى 134.4 حالة للعدوى لكل 100 ألف نسمة وهو عدد كبير أصدقائي السيدة ميركل يوم أمس شاركت في برنامج تلفزيوني سياسي برنامج مشهور لصحفية ألمانية مشهورة اسمها أنافيل المهم السيدة ميركل ذهبت إلى برنامجها الصحفي وتكلمت بصراحة وظهر على السيدة ميركل القلق وظهر على السيدة ميركل الغضب لا توجد إداعة في ألمانيا لا توجد جريدة لا توجد قناة إخبارية لا تتكلم على تهديد السيدة ميركل الواضح والمباشر للمقاطعات الألمانية قالت السيدة ميركل الوضع بدأ يتظهر الحالات ترتفع هي لا تستطيع أن تجلس وطرى بأن المقاطعات لا يتصرفون ولا يغلقون ولا يتشددون في القوانين هذا الأمر هي لن تسمح به لن تصبر عليه لن ترى أمامها الوضع يسوء ولن تتدخل وهددت المقاطعات وأعطتهم فرصة أخيرة وقالت لهم تدخلوا اعملوا نطب غمزة فارملت الطوارئ من ارتفعت عندهم الحالات فليوقفوا وليعملوا الفرمالة وليغلقوا كل شيء وليعملوا إجراءات متشددة وأيضا انتقدت بشكل غير مباشر انتقدت مقاطعة شمال الرينفستفالن وانتقدت السيد لاشت بطريقة غير مباشرة لأن الحالات في مقاطعة شمال الرينفستفالن ارتفعت لكن السيد لاشت لا يرغب بالغلق إنما يدعم الفحص يقول الآن من يرغب بالتسوق يجب عليه أن يجلب معه فحصا سلبيا هذا الأمر لم يعجب السيدة ميركل انتقدت أيضا بشكل غير مباشر مقاطعة بيرلين لأن مقاطعة بيرلين ارتفعت فيها الحالات أيضا مقاطعة بيرلين لم تعمل ما تم الاتفاق عليه عندما ترتفع الحالة الغلق ومقاطعة بيرلين قالت أيضا الفحص من يريد أن يذهب عند الحلاق يجيب معاه فحص من يريد أن يذهب للتسوق يجيب معاه فحص هذا الأمر أغضب السيدة ميركل أغضبها أيضا مقاطعة زارلاند التي قررت بأنها ترغب بالفتح بعد أعياد عيد الفصح ودعم الفحص قالت هذا الوضع غير مقبول لا يمكن أن نفتح والحالات ترتفع فهي غاضبة جدا وتقول لهم إما هكذا يعني تهديد مباشر إما تتشدد في القوانين أو سوف أغير قانون يعني قانون الحماية من العدوى هو قانون يمنح للحكومة الألمانية مثل قانون حالة طوارئ يمنح للحكومة الألمانية التدخل والسيطرة على وضع معين وتكون عندها هي الكلمة الأولى والأخيرة لأنه قانون طوارئ لأنه هناك عدوى وتسحب شيئا ما يعني الحرية للمقاطعات أن تتصرف كما يحلونا فهي هددتهم قالت لهم يا إما تتشددون في القوانين يا إما سوف أغير قانون الطوارئ قانون الحماية من العدوى لأنه توجد هناك عدوى يوجد هناك وباء الحماية من الوباء سوف أغير هذا القانون وفي هذا القانون سوف نغيره ونمنح صلاحيات أكبر للحكومة صلاحيات أكبر للسيدة ميركل ونأخذ تلك الصلاحيات من المقاطعات لأننا عندنا وباء وبذلك السيدة ميركل هي من تتحكم وهي من تقرر قوانين تمشي على الكل إذن تهديد صارح بتغيير القانون في ألمانيا كي تمسك الحكومة بزمام الأمور أصدقائي السيد زودة من مقاطعة بايرن ساندها في الأمر ودعمها وقال نعم السيدة ميركل على حق ويجب على المقاطعات أن تستمع إلى كلام السيدة ميركل ويجب على المقاطعات أن تتشدد لأننا نحن الآن الحالات بدأت ترتفع بقوة وبدأ يرسل أيضا بعض الرسائل الانتقادية في اتجاه لاشت لأنه نعرف الآن هو ولاشت صراع بينه من يصبح يعني خيار الحزب الحاكم كي يكون هو مستشار ألمانيا المقبل أو المرشح لمستشار ألمانيا إذن السيد زودة يقف مع السيدة ميركل ومع إعطاء السيدة ميركل قوانين تسمح لها بأنها هي من تكون لها الكلمة الأولى والأخيرة في القوانين المتشددة هذا اليوم خرج السيد لاشت ودفع على نفسه أمام الانتقادات وقال بأن السياسة التي يعمل بها ليست سياسة خاطئة سياسة الفحص هي أيضا سياسة جيدة وتكلم طول الوقت على اللقاح وقال الحل الوحيد لخروج من هذه الأزمة هو تقوية اللقاح والقضاء شيئا ما على البيروقراطية أصدقائي إذن هذا الآن كما تلاحظون غلايان سياسي ألماني وبدأ الأمر يصل إلى حتى تغيير القانون وعمل قانون الطوارئ قانون حماية من العدوى الذي يضعف المقاطعة ويقوي الحكومة وتصبح الحكم في ألمانيا فقط للحكومة بخصوص هذه الأمور يعني الحكومة هي من تتحكم الآن سنمر إلى موضوع آخر أصدقائي من مقاطعة تيوغينغن مدينة فيمار أعلنت مدينة فيمار التي توجد في مقاطعة تيوغينغن أنها تريد أن تفتح كل شيء لمدة ثلاثة أيام وتعمل التجربة التي توجد في مدينة تيوغينغن بمقاطعة بادن فيوتنبرغ تريد أن تعمل نفس النموذج ونفس التجربة يعني مدينة فيمار سوف تفتح لمدة ثلاثة أيام تفتح محلات تفتح كل شيء وتجربة الفحص السلبي ونبس الكمامة ويجربون نموذج الفتح مع الفحص لمدة ثلاثة أيام أصدقائي الآن سنمر إلى موضوع يهم الأجانب آخر الإحصائيات تتكلم على أنه سنة 2020 سنة كورونا كانت سببا في نقص عدد الناس الذين هجروا إلى ألمانيا بطبيعة الحال 2020 كانت زيادة بـ 1.8% لكن زيادة ضعيفة جدا جدا أصدقائي وهجر تقريبا إلى ألمانيا 204 ألاف يعني هجر إلى ألمانيا 204 ألاف فقط وهو عدد قليل للغاية الآن سوف أخبركم بعدد الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا يعيشوا حاليا في ألمانيا من الأجانب الذين لا يحملون معهم هوية ألمانيا يعني ليست عندهم جواز صفر ألماني لم يحصلوا على الجنسية الألمانية بعد 11.4 مليون شخص أصدقائي إذا حصل شخص على جنسية ألمانية يخرجونه من هذه الحسبة يعني هنا فقط الناس الذين ليس عندهم جنسية ألمانية يعني حسبوها 83 مليون شخص يعيشوا في ألمانيا من بينهم 11.4 مليون شخص ليست عندهم جنسية ألمانية لكن بعض الأرقام المهمة أخرى السنة السابقة يعني الآن قالوا بأنه 2020 عدد المهاجرين هو 204 لكن أصدقائي شوفوا معي الأرقام الأخرى ماذا تقول تقول بعض الأرقام الأخرى التي أيضا أصدرتها الحكومة بأنه سنة 2020 دخل إلى ألمانيا 740 ألف أجنابي 740 ألف أجنابي دخلوا إلى ألمانيا وغادر ألمانيا 479 ألف أجنابي يعني هناك دخول إلى ألمانيا عدد كبير دخل إلى ألمانيا وعدد كبير غادر ألمانيا يعني ليس كل سنة فقط الناس تدخل إلى ألمانيا أعداد هائلة أيضا تغادر ألمانيا ليس لأنه جاءهم قرار مثلا ترحيل هناك بعض الناس تعبوا من الهجرة هناك بعض الناس يقولون أريد أن أذهب إلى بلدي هناك بعض الناس يقولون أنا تعبت من ألمانيا أريد أن أذهب إلى دولة أخرى وهناك بعض الناس يرغبون بمغادرة ألمانيا والرجوع إلى وطنهم إذن غادر ألمانيا 479 يعني من المجموع من دخل ومن غادر حسب أرقام أخرى تقول 262 ألف شخص أصدقائي وأغلب الأشخاص الذين دخلوا إلى ألمانيا بسبب كورونا هم من أوروبا من الاتحاد الأوروبي وليس من خارج أوروبا لأنه خارج أوروبا نعرف بأنه الحدود مغلقة أصدقائي وكان هناك صعب أنه الهجرة تأتي من خارج الاتحاد الأوروبي لذلك كانت بزيادة فقط 1.2% من خارج الاتحاد الأوروبي لكن من داخل الاتحاد الأوروبي هناك زيادة كبيرة يعني من شرق أوروبا أو من دول جنوب غرب أوروبا إلى آخره جاء عدد كبير من الناس إلى ألمانيا سنمر الآن إلى آخر موضوعين أصدقائي سنبدأ بالتقس هذا اليوم تقس جميل تقريبا في كل أرجاء ألمانيا خصوصا نحن في جنوب ألمانيا عدنا تقس رائع تصل درجة الحرارة حتى 24 درجة سيستمر الوضع أيضا إلى الثلاثة أيام المقبلة يعني يوم الثلاثة ويوم الأربعاء سيكون أيضا يوم الأربعاء تقريبا في كل ألمانيا تقس رائع وجميل جدا استمتعوا به ويوم الخميس سوف يظل التقس جميلا في شمال ألمانيا لا تقس جميل في جنوب ألمانيا وبارد شيئا ما في شمال ألمانيا هذا الأمر يوم الخميس أصدقائي إذن حاولوا الاستمتاع بالجو والجو سيستمتع به على الأغلب من يعيشوا في جنوب ألمانيا أو في غرب ألمانيا هناك سيكون الجو جميل شمال ألمانيا عندكم غيام أصدقائي الآن سنمر إلى آخر موضوع الخاص بالرياضة فاز يوم أمس لمنتخب الألماني لكرة القدم ضد منتخب رومانيا بواحد لصفر هذا الأمر خاص بإقصائيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر سجل الهدف جنابغي لاعب فريق أفتسي بايان يعني لاعب فريق مونشن وبذلك ألمانيا تحتل الآن الصف الأول كما تلاحظون ألمانيا عندها ست نقاط أرمينيا الصف الثاني بستة نقاط شمال مقدونيا ثلاثة نقاط رومانيا ثلاثة نقاط وإسلاندا وليشتنشتاين صفر نقطة أصدقائي كانت هذه أهم أخبار ألمانيا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء